رسائل مثيرة للفنانة السورية ميسون أبو أسعد بسبب كرة القدم وأراء جريئة حول عمليات التجميل وأسباب كثيرة جعلتها تبتعد عن الأضواء فما القصة؟ أسرار كثيرة تتخللها بعض المواقف الطريفة كشفتها ممثلة سورية كما كشفت أيضا بعضا من الجوانب الخفية والأحداث غير المتوقعة من حياتها صراحة وعفوية اتسمت بها وروت من خلالها تفاصيل كثيرة عن حياتها وأعمالها الفنية إنها الفنانة ميسون أبو أسعد ميسون فنانة سورية عرفها الجمهور وارتبط بأعمالها المتعددة إلا أن عملا واحدا جستدته الفنانة السورية علق في أذهان الجمهور حتى وقتنا هذا وما زال الجمهور يذكره لها رغم أن ميسون لها الكثير من الأعمال ميسون كشفت أن الجمهور لازال يناديها بقطايف وهو اللقب الذي أصبح بمثابة بصمة في مسيرتها الفنية منذ أن قدمت دور نادية في المسلسل الشهير باب الحارة تلك الشخصية التي كانت تجسد فيها ممرضة فرنسية تعمل في دمشق خلال فترة الاحتلال الفرنسي والتي ترتبط من أبو عصام أحد الشخصيات البارزة في المسلسل والذي أطلق عليها هذا اللقب كناية عن جمالها وعلى الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على هذا الدور وتنوع الأدوار التي قدمتها ميسون إلا أن اسم قطايف ما زال يرافقها حتى إن جمهورها يستمر في مناداتها به إلى ذلك تعرضت ميسون لموقف غير متوقع يحمل نوعا من التراجيديا والكوميديا في نفس الوقت حيث طلقت رسائل بإنهاء حياتها بسبب كرة القدم ميسون كشفت عن عشقها لنادي برشلونة الإسباني ومن حبيها لهذا النادي العريق نشرت صورة تظهر دعمها له لكن هذا التعبير البسيط عن رأيها الرياضي أدى إلى ردود فعل غير متوقعة إذ طلقت تهديدات من مشجعين متعاصبين لنادي ريال مدريد وهو الأمر الذي جعلها في حالة ظهول من حدة ردود الأفعال فقد أكدت أنها لم تتوقع أن يتحول اختلاف في الأراء الرياضية إلا مصدر الإلخلاف والتهديد وعلى الرغم من أن صورها تملأ وسائل الإعلام إلا أن ميسون صرحت بأنها تفضل لابتعاد عن الأضواء والاحتفاظ بحياتها الشخصية لنفسها وفي الوقت ذاته عبرت ميسون عن حبها للتواصل مع جمهورها ومشاركة بعض اللحظات معهم من خلال صور جديدة عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعية موضحة أن عيد الميلاد قد يكون مناسبة لإحياء هذا التواصل ميسون أدلت بتصريحات جريئة حول عمليات التجميل فهي ترى أن التجميل هو قرار ينبغي أن يكون مبنيا على تفكير عميق ودراسة وافية لأن النتائج قد تكون غير مرضية في بعض الأحيان وتؤكد أنها راضية عن مظاهرها الطبيعية ولا تشعر بحاجة إلى تغيرات جذرية وقدمت نصيحة لزميلتها الفنانات التي يفكرنا في ذلك الأمر بضرورة عدم الاستعجال في اتخاذ قرار كهذا قد يؤدي إلى نتائج سلبية وأكدت أنها تؤمن بأهمية التروي والتأني قبل الإقدام على أي خطوة قد تؤثر على الشكل الخارجي بشكل دائم